بدأ بقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا الند هو المثل والنظير وهو على ما ذكرنا من التفصيل السابق ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون لا تشركوا بالله شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره وقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول إليه من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه وقال قتادته بنحو قول ابن عباس رضي الله عنهما هذا النوع من اتخاذ الند هو الشرك الأكبر وواضح وذلك أنهم كانوا يتخذون أندادا لا تنفع ولا تضر في قول ابن عباس رضي الله عنهما وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره دلالة على المستقر المعلوم المعروف أن المشركين كانوا يقرون أن الله تعالى هو ربه ولهذا فسر قوله وأنتم تعلمون أي تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره وهذا ظاهر كثير في كتاب الله في مثل قوله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله والآيات الأخرى التي صدرت بقوله ولئن سألتهم وهكذا آيات سورة المؤمنون وآية سورة يونس والعنكبوت وعدد من الآيات التي فيها إقرارهم أن الله تعالى هو ربهم إذا ما معنى اتخاذهم الند معناه أنهم يجعلون العبادة لغير الله يتقربون بها في زعمهم إلى هذه المعبودات التي لها عند الله جاه حسب ما يرون وينبغي أن يعلم في عبادة الأصنام شيء نبه عليه شيخ الإسلام وابن كثير وغير واحد أن الكفار حين يعبدون الأصنام إنما يضعون هذه الأصنام على هيئة من يعظمون فيزعمون أن هذا الصنم على هيئة الملك وذاك على هيئة الصالح فلان وهذا على هيئة النبي فلان ويتقربون لهذه الأصنام لتشفع الملائكة لهم عند الله وتقربهم إليه تعالى وهكذا أيضا الأنبياء والصالحون وبذلك تعلم أن عبادتهم للأصنام وهم الذين يصنعونها بأيديهم ليست لنفس الأصنام وإنما يزعمون أن الأصنام هذه قد وضعت على صور معظمين وهذا يقرب جدا من تعظيم المشركين المتأخرين لأحجار وقبور وأشجار ونحو ذلك فإنك تجد فيها اعتقادا معينة بزعمهم ولهذا قد يعبرون بأن فيها سر هذه فيها سر معين هذا السر هو أن لها مكانة عند الله ترفع حاجتك يبقى أمر المشركون لا يقرون بيه اليوم الآخر والله تعالى أخبر أنهم يريدون الشفاعة ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا فالذي لا يقر باليوم الآخر كيف يطلب الشفاعة نبه ابن كثير رحمه الله تعالى على أن المقصود أن يشفع لهم في حاجاتهم الدنيوية كالنصر والرزق قال أما اليوم الآخر فأغلبهم لا يقر به في المتأخرين من المشركين طلب الشفاعة في أمورهم الدنيوية والأخروية لأن هؤلاء المتأخرين يؤمنون باليوم الآخر فصاروا يطلبون منهم الحاجات الدنيوية كالشفاء ونحوه وكذلك الحال بالنجاح من النار والمغفرة ونحو ذلك فقوله عز وجل فلا تجعل لله أنداد هو بيان لهذا كله ولهذا ابن كثير رحمه الله تعالى وضح بتوسع في قوله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وضح معنى هذا الشرك وأن منه شركا أصغر هو اتخاذ الند على مثل المذكور هنا في هذه الأبواب كالحال في بغير الله وتسوية في المشيئة وهناك ند وهناك شرك أكبر هو الذي كان عليه المشيئون شكرا شكرا